موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثاني عشر العلمي لازلنا وإياكم مع الوحدة الرابعة من كتاب الكيمياء للصف الثاني عشر العلمي وموقفنا لهذا اليوم عن الديناميكا الحرارية درسنا في موقفنا السابق عن بعض المفاهيم المتعلقة بالديناميكا الحرارية ومنها التلقائية ومفهوم العشوائية لنستذكر معا بعض ما مر معنا بموقفنا السابق أي العمليات الآتية تزداد العشوائية فيها وأيها تقل معللا إجابتك أولا عملية استخلاص الكبريت بطريقة كلاوس في التفاعل التالي 2H2S زائد SO2 يعطي 3S زائد 2H2O عدد مولات الغاز في المواد المتفاعلة 3 مول 2 و 1 3 مول وعدد مولات الغاز في المواد الناتجة 2 مول أي أن عدد مولات الغاز قلّة في النوادج وبالتالي فإن العشوائية تقل إذا قلّة عدد مولات الغاز الناتجة أما في التفاعل الثاني تفكك أكسيد الزئبق الأحمر الثنائي 2HGO يعطي 2HG زائد O2 مادّة صلبة تفككت إلى مادّة سائل ومادّة غازية تفككت إلى مادّة غازية أي أن العشوائية ستزداد إذن تزداد العشوائية لكن كيف ساعدت العشوائية في فهم إمكانية حدوث العمليات بشكل تلقائي ماذا يعني العشوائية تزداد أي أن دلتا أس أكبر من صفر موجبة التغير في العشوائية إن العمليات في الكون تحدث تلقائيا وفي اتجاه واحد أي أن العشوائية تميل في الكون إلى الزيادة المستمرة عشوائية دائما في الكون في زيادة مستمرة وهذا ما يعرف بالقانون الثاني للديناميكا الحرارية ويعبر عنه دلتا أس يونيفيرس أكبر من صفر أي في الكون تغير في العشوائية في الكون أكبر من صفر موجب وهذا يعني أن دلتا أس أقل من صفر أي سالبة يكون غير تلقائي حسب القانون الثاني للديناميكا الحرارية أن دلتا S تساوي S للمواد الناتجة ناقص S للمواد المتفاعلة وبما أن تحدثنا عن حالة المواد الناتجة فقط وحالة المواد المتفاعلة فقط إذن فهي تعتبر دالة حالة ولا تعتمد على المصار ويعبر عنها دلتا S في الظروف القياسية للتفاعل الكيميائي تساوي مجموع S للمواد الناتجة ناقص مجموع S للمواد المتفاعلة أي أن هناك عشوائية مختلفة للمواد المختلفة بشكل عام تسمى عشوائية مول واحد من المادة النقية يجب أن تكون المادة نقية عند درجة حرارة 298 كيلفين وضغط واحد جوي وهو ما يعرف بظروف القياسية تسمى عشوائية قياسية ووحدة قياسها هي جول لكل مول كيلفين لأنها قيسها لمول واحد للمادة الواحدة تسمى العشوائية التي تقاس بظروف غير الظروف القياسية غير 298 كيلفين وغير الواحد جوي يطلق عليها بالعشوائية المطلقة لنتأمل الجدول التالي الذي يبين قيم عشوائية لبعض المواد المختلفة ماذا نلاحظ من هذه القيم العشوائية المواد تختلف في قيم عشوائيتها مثلا الغاز الهايدروجين 130.6 غاز H2O 188.7 H2O Liquid سائل يكون 69.9 وبالتالي المواد تختلف حتى في الحالة الفيزيائية تختلف في عشوائيتها وأيضا نلاحظ ملاحظة أن جميع قيمها موجب ولا يوجد سالب فجميع قيم العشوائية للمواد تكون دائما موجبة عند درجة حرارة أكبر من صفر مطلق لنجيب عن هذا السؤال مستخدما القيم في الجدول احسب التغير في العشوائية للتفاعل التالي N2 زائد 3 H2 يعطي 2 N H3 دلتا S تساوي مجموع S للنواتج ناقص مجموع S للمتفاعلات ويساوي مجموع S للنواتج النواتج أنه N H3 N H3 قيمت S لها 192.5 مضروب 2 لأنها 2 مول 2 ضرب 192.5 ناقص S للمتفاعلات للهايدروجين H2 130.6 مضروب 3 130.6 ضرب 3 زائد طبعا نضعهم جميعها بين قوسين زائد للنيتروجين قيمة S لها 191 ونص وبناء عليه يكون قيمة دلتا S تساوي 198.3 سالم ووحدتها جول لكل كيلفين بدون مول لأننا نحسب لمتفاعل كامل وليس لمادة واحدة عند الظروف القياسية وبما أن الإشارة سالبة إذن فإن العشوائية تقل الإشارة السالبة تدل على أن العشوائية تقل أما إذا كانت موجبة فالعشوائية للتفاعل الكيميائي فإنها تزداد إذن استنتجنا من خلال الإشارة السالبة أن العشوائية تقل وأيضا كما تعلمنا سابقا من عدد مولات الغاز هنا 4 مولات غاز وهنا 2 مول غاز وأيضا العشوائية تقل وهذا يثبت استنتاجاتنا من خلال التفاعل الكيميائي من خلال المعادلتين الآتيتين هل يمكن الحكم على تلقائية هذه المعادلات من خلال معرفة العشوائية لنلاحظ التفاعل الأول CO زائد H2O يعطي CO2 زائد H2 التفاعل الأول يحتوي المواد المتفاعلة على 2 مول من الغازات والمواد الناتجة 2 مول أيضا من الغازات فعدد مولات الغاز في الطرافين متساوي ولنلاحظ المعادلة الثانية الصلب ZNZH2O مواد صلبة أنتجت أيضا مواد صلبة إذن أيضا لا يمكن الحكم على عشوائية هذه المواد وتلقائيتها لماذا؟ بسبب اختلاف التركيب الجزائي لهذه المواد عن بعضها البعض فبالتالي يؤدي إلى اختلاف العشوائية ولو بشكل قليل جدا ولكن نتبين هناك أن هناك بعض العمليات تكون العشوائية فيها تقل ودلتأتش حرارتها تزداد موجب أيماس للتفاعل ولكن تعد تلقائية إذن لا بد من التفكير في دالة أخرى تساعدنا على معرفة تلقائية العمليات من عدم تلقائيتها طاقة جيبس الحرة ويرمز لها G ما هي المقصود بطاقة جيبس الحرة؟ هي علاقة تجمع بين المحتوى الحراري والعشوائية عند درجة حرارة وضغط ثابتين إذن هون نجمع المصطلحين المحتوى الحراري والعشوائية معا طاقة جيبس الحرة يعبر عنها بعلاقة رياضية تساوي المحتوى الحراري ناقص درجة الحرارة بوحدة كيلفين ضرب العشوائية ويعبر عنها أيضا دلتا جي تساوي دلتا أتش ناقص تي ضرب دلتا أس اشتق وحدة قياس طاقة جيبس الحرة ما هي وحدة قياسها؟ دلتا جي تساوي دلتا أتش وحدتها كيلو جول ناقص تي درجة الحرارة بوحدة كيلفين ضرب دلتا أس وحدتها جول لكل كيلفين كنا نحسبها وتحول هنا في هذا القانون إلى كيلو جول كيلو جول لكل كيلفين نستطيع أن نختصر كيلفين مع كيلفين فيبقى وحدة طاقة جيبس هي كيلو جول سؤال آخر هل دلت طاقة جيبس الحرة هي دلت حالة أم دلت مصار بما أنها اعتمدت على دلتا أتش ودلتا أتش هي دلت حالة وكمان اعتمدت على دلتا أس وهي أيضا دلت حالة فلابد أن طاقة جيبس هي دلت حالة فلا تعتمد على المصار وفي الظروف القياسية يمكن التعبير عن قانون طاقة جيبس دلتا جيبس في الظروف المعيارية تساوي دلتا أتش ناقص تي في دلتا أس وعليه إذا كانت دلتا جيبس أقل من صفر أي سالبة تكون العملية تلقائية أما إذا كانت دلتا جي موجبة أكبر من صفر فتكون العملية غير تلقائية وإذا كانت دلتا جي تساوي صفر فإن العملية تكون في حالة اتزان كيميائي لنجيب عن هذا السؤال هل التفاعل الآتي تلقائي أم غير تلقائي عند الظروف القياسية أثبت إجابتك من خلال الحسابات التفاعل سي زائد أوتو يعطي سي أوتو ودلتا أتش سالب 394 كيلو جول بما أنها سالبة إذن التفاعل طارد للطاقة وأعطى السؤال قيم العشوائية لمواد التفاعل للأكسجين وللكربون وغاز ثاني أكسيد الكربون وحدتها جول لكل مول كيلفن لأنها عشوائية قياسية لمواد أحادية أحادية المول الآن نحسب أولا دلتا أس تساوي مجموع أس للنواتج ناقص مجموع أس للمتفاعلات ويساوي أس للنواتج سي أوتو قيم عشوائيتها 213.6 وهي مول واحد فقط ناقص أس للمتفاعلات للاكسجين 205 زائد للكربون 5.7 ويكون قيمة التغير في العشوائية هو 2.9 ووحدتها جول لكل كيلفن ولأننا سنعوضها في قانون دلتا جي لحساب طاقة جيبس يجب أن تحول إلى وحدة كيلو جول فتقسم على ألف ويكون الجواب 29 في العشرة آلاف كيلو جول لكل كيلفن ولنحسب دلتا جي قانون دلتا جي يساوي دلتا أتش ناقص تي في دلتا أس ويساوي دلتا أتش سالب سالب 394 ناقص تي بما أنها ظروف قياسية درجة الحرارة عند الظروف القياسية 298 كيلفن ضرب دلتا أس 29 في العشرة آلاف ويساوي الجواب يكون سالب 394 فاصل 6 وثمانين والوحدة كيلو جول وبما أن إشارة دلتا جي سالبة إذن فالعملية تكون تلقائية بإمكاننا الآن أن نتنبأ بتلقائية حدوث التغيرات فلنكمل الجدول التالي معا عندما تكون دلتا أتش سالبة ودلتا أس موجبة مع تغير إشارة دلتا أتش ودلتا أس ماذا نتوقع أن تكون إشارة دلتا جي وماذا تكون متى تكون تلقائية وغير تلقائية من خلال العلاقة دلتا جي تساوي دلتا أتش ناقص ت ضرب دلتا أس إذا كانت دلتا أتش العلاقة الأولى سالبة هنا سالب ودلتا أس موجبة هذا الطرف جميعه إشارته موجبة وبالتالي سنجد هنا سالب وهنا سالب سنجد أن قيمة دلتا جي دائما سالبة إذن هنا تكون الإشارة سالبة وإذا كانت دلتا جي سالبة فإذن فهو تلقائي يكون تلقائي عند جميع درجات الحرارة مهما اختلفت درجة الحرارة يكون تلقائي دائما إذا كانت طارضا وإذا كانت العشوائية تزداد إذن يكون دائما طارضا الآن إذا كانت دلتا أتش موجب نغير الإشارات دلتا أتش موجب هنا موجب ودلتا أس سالب هذا الطرف يكون سالب سالب مع سالب يصبح إشارته موجب وبالتالي ستكون جميع قيم دلتا جي هنا موجب وإذا كانت دلتا جي موجب يكون غير تلقائي غير تلقائي عند جميع درجات الحرارة الآن النقطة الثالثة إذا كانت دلتا أتش سالب هذه إشارة سالبة ودلتا السالب أيضا العشوائية تقل سالب مع السالب يصبح موجب هذا الطرف سالب وهذا الطرف موجب متى يكون إذن هنا احتمال إجابتين قد تكون الإشارة سالبة تكون معنا وقد تكون الإشارة موجبة احتمالين متى تكون سالبة تكون سالبة إذا كان هذا الطرف قليل منخفض أي بمعنى آخر أن درجة الحرارة منخفضة فإذا يكون تلقائي عند درجات الحرارة المنخفضة وغير تلقائي عندما يرتفع قيمة هذا الطرف تكون الإشارة موجبة وغير تلقائي عند درجات الحرارة المرتفعة الآن في النقطة الرابعة إذا عكسنا الإشارات دلتا أتش موجب ماصل الطاقة ودلتا أس تزداد العشوائية موجب أيضا يكون هذا الطرف سالب وهذا الطرف موجب إذا كانت قيمة هذا الطرف عالية مرتفعة تكون إشارته سالبة أي عند درجات الحرارة المرتفعة قد يكون سالب وموجب إذن سالب تلقائي عند درجات الحرارة المرتفعة وغير تلقائي غير تلقائي عند درجات الحرارة المنخفضة بناء على الجدولة التي تم تعبئته دعنا نحدد درجات الحرارة المناسبة التي تجعل التفاعلات الآتية تلقائيا التفاعل الأول نلاحظ أن مادة صلبة تفككت إلى مواد غازية أي أن العشوائية موجبة تزداد إذن إذا إجينا للعلاقة دلتا ج تساوي دلتا أتش ناقص ت في دلتا أس هنا العشوائية تزداد أي أن هذا الطرف إشارته موجبة ودلتا أتش إشارتها سالبة طارد وهذه سالبة هنا سالب وهنا سالب وبالتالي ستكون الإجابة سالبة دائما إذن يكون إيش يكون تلقائي عند جميع درجات الحرارة في التفاعل الثاني آي تو يعطي تو آي نلاحظ أن آي تو تفككت إلى ذرتين وبالتالي عملية التفكك تكسير الروابط تحتاج إلى طاقة إذن هي ماص أي أن دلتا أتش موجبة فإذا إجينا للعلاقة أيضا دلتا ج تساوي دلتا أتش ناقص ت في دلتا أس إذن دلتا أتش موجب لأنه ماص وعدد مولات الغاز ازداد أي أيضا أن دلتا أس موجب العشوائية ازداد هنا موجب وهنا موجب الطرف هذا تكون إشارته سالبة فمتى يكون تلقائي إذا كانت قيمة هذا الطرف أعلى أي عند درجات الحرارة المرتفعة فيكون تلقائي عند درجات الحرارة المرتفعة التفاعل الثالث أنتو زائد ثري أتش يعطي أنتش ثري عدد مولات الغاز هنا كان أربعة وهنا أصبح اثنان إذن قل عدد مولات الغاز إذن العشوائية تقل من خلال العلاقة أيضا دلتا ج تساوي دلتا أتش ناقص ت في دلتا أس العشوائية تقل أي أن إشارتها سالبة لهذا الطرف ودلتا أتش سالب هنا أيضا سالب سالب مع سالب يصبح موجب متى نريد الطرف إحنا نريد أن تكون الإشارة سالبة سالبة إذا كانت هاي القيمة أكبر من هاي أي عند درجات الحرارة المنخفضة يكون تلقائي عند درجات الحرارة المنخفضة وببناء على ما تم شرحه في الموقف لديك هذه المهمة التعليمية أي العبارات الآتية صحيحة فيما يخص التفاعل الآتي 2CL2O يعطي 2CL2 زائد O2 وقيمة دلتا أتش سالبة أي أنه تفاعل طارد للطاقة انظر إلى أي من هذه القيم ممكن أن تتناسب مع التفاعل الذي لدينا وهذه بعض أسئلة الثانوية العامة بعد دراستك للموقف تستطيع أن تجيب عن هذه الأسئلة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ودمتم في حظ الله ورعايته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة